بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي وأستعين وأصلي وأسلم على نبي الأمة خيار المرسلين وعلى أخوانه من النبيين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معنى تتميز به عبادة الصيام العبادة هذه رأي عندها ميقات زماني يعني ما جيش واحد يقول لنا نحب نصوم في ديسامبر وقلوا لنا نحب نصوم في سبتمبر لو قعطيت شهر الكامل ثلاثين يوم أخوانه بالكامل زاد وقلوا لنا نحب نصوم في فيفري ولا أخواني نحب نصوم في جويل عندها ميقات زماني هو شهر ورمضان وهذا حتى ما أن تتحول العبادة السرية ولا العبادة السلبية أن تتحول إلى ظاهرة اجتماعية رمضان ما هو شهر سهل يمكن الغرب ما يعرفنا اللي عن طريق رمضان اللي هو في قاعة اللي يسكن في الجواتيمالا واللي يسكن في كوريا الشمالية والله والمعنى حتى في سيبيريا الصورة اللي عنده على المسلمين هي ورمضان والصيام لو كرم هذو كناس فما عنده مشهر في العام الكل هم يسوموا فيه وحتى لي ما يسوموا مش لعلة أو لغير علة يتشبهوا بالصائمين لو أولادنا عندنا أولادنا يدقوه يدخلوا الدار وياكلوا يشرب لكن في المغرب يقل على الطاول ما فيها تكلام ولا سلام ما يقعدش سعسك في الشوارع وقت المغرب يكون في الدار ويشرب معنا شربة ويكل البريك ورب يعاون إذن هذه العبادة هي عبادة جماعية هي عبادة نجوموا نعبر عليها باللغة اليومية اللي نتكلموها فستيفال مهرشان علیش لأن رمضان يغير العادات رمضان يغير الاختيارات رمضان يدخل حركية في المجتمع يوليوا الناس اللي ما زالوا ش بعضهم يزوروا بعضهم ولي حاشتوا بشيخ طبطف لا يهز لها الموسم إذا كان ما زال الموسم الله يمنعرف في عادي كان فما موسم هما يهز موسم حتى فلارة يهز حوجها في رمضان وليلت النص وليلت سبعة وشين ولي بشي نطهروه ونطهروه ليلت دلاشنوها والناس ما شي جاية والحلو نشري والحلو ونعملوا الحلو فما ديان ما زالت تهز للكوشة وفما ناس تمشي تشري من عند التجار فما حركية تتكون في المجتمع وهذه التزاور نستدعي خويا نستدعي قريبي نستدعي ولد عمي نستدعي جاري بش الناس تمشي تزور بعضها ومن فطر صائما فلو أجره يذن رمضاني ولي عبادة جماعية تشغل المجتمع تغير أوضاع وذكر عليش كثير من المؤسسات الإدارية تغير أوقات العمل بش يغلطوا الناس على المغرب بش ينقصوا شوية من الفترة لما تقطعها الظاهرة لأنه ما يقل فيها الطعام هالجانب هذا جانب أساسي في عبادة الصيام هما فمزور عباداتというม�� المهرجان يعمل المسلمين بنقول في وقت واحد وعننا مهرجان من النواب المسلمين الممثلين مع المسلمين المشكلت من الحجيغ يمش المرح هذا يوم تونس وهذا يوم أعضل يمشون أيضا عمكني العشر بش ينشوا من تونس وقداش من ألف ينشوا من ترك سبستان وقداش من ألف ينشوا من وكذا هذا مهرجان وعالمي ومعتمر كبير هو مؤتمر أكثر منه مهرجان لأنه فيه نواب الأمة لكن المهرجان المباشر الذي يباشره المسلم بنفسه هو الصيام وهذا اللي يحتاج للقاضي للمفتي قولوني ويحتاج رمضان كهو أنا منطقة نفسي نولي فاعل ولذلك رمضان مش متاع المشايخ ورمضان مش متاع السلطة رمضان مش متاع المال ورمضان متاع الشعب هو عبادة شعبية هو المجتمع يعيش بإرادته يبلبز ويعمل إحوانة متاع القمار ويعمل درسلوها لكن هو إرادة الشعب بعد وقت اللي يدرك ويفهم يقول لما ما تمشيش هدية نعمل هكا نقمر ونعمل محشاشة في البقعة الفولانية والصيام كل حال الخبر مش متاح خلي نمشي للأخرى أما نمشي للحراب وشونا نمشي للتكروني ونشربه وتكروني الشعب هو اللي يقرر لكن الشعب يحس بروحه عنده قضية هي قضيته هي رمضان متاعه هو رمضان متاع الشعب ولذلك الناس تمشي تبيض في الديار متاعها ولا يبيضوا الساس كانوا قبل باش يقتلوا الجراثيم في الدويريا ويهزوا القزادري باش يقصدوا الطنجرة ويقصدوا الكروانة تو ما عادش تو يخرجوا الناس يشريوا ستة كيسان يشريوا ستة عصحنة كل قدروا قدروا الناس الكلها تتهيى الرمضان لأنه قرار شعبي ولأنه موسم شعبي ولأنه مهرجان شعبي ولذلك مجموش نفرطه فيه لأنه هو يحقلنا إرادتنا كشعوب هو يحقلنا يحقلنا فرحنا سرورنا بتبلبيزنا بنقصنا بزيدنا خاطر ما تقاش ما تقاش الصفاء الكامل نحتاجه دائما وابدان باش نغرب له نهار كله احنا نغرب له باش ننقص شوية من شوائب متاعي ومتاعك لكن الميزة الأساسية لرمضان هو أنه عبادة اجتماعية وعبادة اجتماعية قوامه عشنوها المواسات لكلامه الاسلام ما يلزمش في المجتمع الاسلامي واحد يبات بلاش عشاء عبدال ما يجوزش مش ممكن مش على خاطر أنا عندي الحلو والمالح و 17 نصحان من هذا و 3 نواع متاع بريك و 4 نواع متاع شربة ودر شنوها والاخر جعان لا ما آمن بي من بات شبعان وجاره هو هو طاون يا أولادي هالعبادة الجماعية هي عبادة التضامن راو محبتنا لبعضنا مش محبة الشوارب والقلب هارب راو محبة فعل المجتمع يزم يكون متضامن يزم ناخده بيدينك القليل والفقير والضعيف واللي طاح ناخده ونستروه ما نحفظهش الناس ومن تحديهش على حياة الناس الخاصة ونمده يدينا ومن منوش ما قلوش يهاني هاك الليلة أنا اللي جبتلك أنا اللي اعطيتك أوك هالمرأة قالتلي بالله يهزل وانكلها من لا كان البعض من الصالحين يدق الباب ويخلي اللي يكتب من ربي قدام الباب ويهرب بشاره ما يعرفش اللي هو اللي هو هدالوك الهدية اذا العبادة الجماعية هي عبادة التضامن واكبر تضامن هو عند أبناء الأسرة الوحيدة هاك العرق والخصام اللي يقع على وعليه وعلى بابا ها وخليلي دار وخليلي كليك انت حانوت واخذيت باي ومااخذيتش باي والكرة ما تقسمش في وقتك وش بيك انت جايب نسيبك الدخل والدارك وانا ما نقاشي وهاك العرق والخصام على الورث هذا كله يلزم نحمله نوقفه يلزم نعار من نهارات تتولي الأسرة تحس بروحها أسرة واحدة تي نحمله اسم واحد ونسم جد واحد وابو واحد واحنا ما نحملوش بعضنا واحنا نسيبه في بعضنا والأخت مع أخوها والبو مع ولده والمرأة مع راجلها والعم والخال يجبد من جيهها احنا ايه إذن هذه العبادة الجماعية هي عبادة لإرجاع العلاقات إلى النصابها لرد الاعتبار للكتلة الأولى اللي هي الأسرة وللكتلة الكبرى اللي هي المجتمع اللي هي بها هي احنا نكون قويين يا أخي بين الأمم تولي تزحم فينا بكثرتها وقوتها وعددها وامكانياتها وعلومها ومعارفها وجامعاتها وبنوكها وبورصاتها وإنتاجها احنا بيش بيش نقاوم إذن كما عناش هذه الوحدة الاجتماعية اللي تجعلنا قادرين بيش نحسوا ببعضنا نتخالف ومش ما نتخالفوش لكن فما شعرة ما نقطعوهاش شعرة دي ما نخليوها هو يجبد وأنا نرخيله وكي نجبد أنا هو يرخيلي اللي هو بيش ما تتقطعش العلاقة ما تفسدش هذا كله تحقيقه يتم في رمضان ربي يتقبلنا ويجعلنا من المقبولين لديه ويجعلنا من الذين يستظلون بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته